اصل المسيماني معرفش استفيد من كسر ربطة المسيماني ده مدرب على قده المسيماني ده لما كان بيدي اجازة كانت الناس الجماعة بيدي اجازة 12 يوم ليه معرفش الحقيقة كان بيدي اجازة واضح ان هو كان يعني واضح ان الرجل ده صح وكل حضراتكم غلط انا بقى طالب كل الناس اللي اتكلمت عن المسيماني وعن ادارة النادي الاهلي الفترة السابقة يطلعوا يتأسفوا على الهوى على الهوى قدام الناس كلها لازم حضرتك لو عندك الشجاعة لو عندك اي حد من الناس انا والله ما بتكلم على حد معين عشان انا بتكلم على كل الناس اللي اخطأت من حقك ان انت تنتقد محدش قدر يقول غير كده كل واحد من حقه ان هو ينتقد اداء اي حد في الدنيا ولكن تصل الى مرحلة التطاول من فضل حضرتك اي حد تطاول واخطأ في بيتسو موسماني يطلع يعتذر يقول له احنا اسفين يا بيتسو فاكرين التمثيلية والفيلم بتاع احنا اسفين يا صلاح احنا اسفين يا بيتسو لازم تطلعوا تقول له كده كانت قناة النادي الاهلي وبرامج قناة النادي الاهلي فقط هي اللي وقفة قدام هذه الحملة خلال الفترة السابقة حملة كانت ممنهجة من بعض الاسماء اللي كانت ضد بيتقال ان هم اهلوية وضد النادي الاهلي وبعض الاسماء الاخرى اللي ما بتشجعش النادي الاهلي هو ده اللي كان بيحصل للفترة اللي فاتت وكان بيتحضر لحاجات زي ما قلت لحضراتكم اصلي محمود الخطيب ده ملعب بس مش مكتب اديكوا شايفين محمود الخطيب اديكوا شايفين مجلس بلاش محمود الخطيب اديكوا شايفين مجلس ادارة النادي الاهلي اديكوا شايفين مجلس ادارة النادي الاهلي اللي بينتخب من جمعية عمومية وعية ومحترمة وعرفة هي بتقول ايه انا الحقيقة النهاردة كل سعادة وكل فخر بمجموعة اللاعبين 14 15 16 17 لاعب مش موجودين في النادي الاهلي والنادي الاهلي بيؤدي هذا الاداء بغض النظر عن ان احنا كسبنا ولا يفرق معايا انا اللي فرق معايا الشكل اللي انا شفته الاداء النادي الاهلي امام فريق قوي جدا انا بس مبارح فريق قوي وعنده مجموعة لعبين على اعلى مستوى ولكن ازاي تقفل ناحية المين بشكل كويس ازاي تقفل ناحية الشمال بشكل كويس ازاي تقفل بالدبابة في نص الملعب اليو ديانج ازاي تلاعب مجدي افشة في هذا المكان وتستفيد منه بكل الطرق مش ان انت تستبعده من المنتقل يعني خلينا نتكلم عن الاهلي فكل حاجة كانت حلوة وكل حاجة كانت كويسة فخور باداء عالي لطفي فخور باداء مغربي عرفتو كاسر ربطة كانت معمولة ليه ولا معرفتوش حد يقول لي حد يرد علي حد يقول لي بيتسو اخطأ بيتسو غلطان اه غلطان صح غلطان علشان بيطلع ناشئين غلطان عشان بيتبع سياسة مجلس وسياسة كورة في النادي طلعت لنا مجموعة الناشئين اللي حضراتكم شفتوهم لا غلطان يا بيتسو غلطان يا كابت الخطيب بصراحة كابت الخطيب غلطان تخيل حضرتك ان السيناريو اللي كان محتمل يطلع بعد هذه المباراة بعد المباراة على طول بعدين انت بتلعب فين في كاس العالم للاندية ونقصك 13-14 لعيب وكان السيناريو ده حيطلع النبيتسو مدرب ما عندوش فكرة انا بقول لحضرتك اهو مدرب ما عندوش فكرة والخطيب ده ملعب مش مكتب انا بقول هالكهوب الملعب مش مكتب من بعد من لا يشجع النادي الاهلي ولكن كل ده النهاردة الحقيقة مع مجموعة من الابطال داخل الملعب واستراتيجية النادي الاهلي بيمشي عليها قدرنا نوصل في النهاية ان احنا نكسب طيب النهاردة كلنا اتفرجنا على المباراة من خلال قنوات ابو ظبي الرياضية وحرجع اتكلم مرة تانية عالكلام اللي انا كنت بقوله